إذن قلنا نتحدث الآن عن حساب نهايات الدالة الجذرية عندنا من خلال هذه الأمثلة حيث وقال نص 80 قال أحسب نهاية الدالة F في كل حالة من الحالات التالية عندنا ألف F لX تساوينا جذر X مربع زائد واحد ناقص X عند الزائد من نهاية ثم عندنا F لX تساوينا X زائد جذر X على X ناقص جذر X لما X كذلك يؤل إلى زائد من نهاية ثم عندنا F لX تساوينا جذر X زائد ثلاثة ناقص اثنان على X ناقص واحد لما X يؤل إلى واحد ثم عندنا F لX تساوينا ثلاثة ناقص جذر 5X زائد أربعة على جذر X زائد ثلاثة ناقص اثنان لما X يؤل إلى واحد إذن لننطلق الآن في الحال إذن أولا قبل كل شيء قبل أن ننطلق في الحال علي أن أذكر حالات عدم التعيين الأربع حالات عدم التعيين الأربع معروفة أبني إحفظوها أولا عندنا زائد مال نهاية مع ناقص مال نهاية وعندنا صفر في مال نهاية لا يهم الزائد مال نهاية أو ناقص مال نهاية وعندنا كذلك صفر على صفر وعندنا كذلك أبناء مال نهاية على مال نهاية لا يمكن أن نقول أن مال نهاية على مال نهاية واحد لأن مال نهاية لا نعرف قيمتها إذن هذه هي الحالات الأربعة المعروفة الآن ننطلق بالمثال الأول لو نعوذ تعويض مباشر يعني نقول هكذا جذر X مربع زائد واحد ناقص X لما X يؤول إلى زائد ملنية هل هي حالة عدم تعيين أم لا هذه تعطي لكم جذر ملنية هو ملنية يعني زائد ملنية عوذ الآن هنا بالزائد ملنية والناقص هذا ماذا يعطي لنا؟ يعطي لنا ناقص ملنية ناقص ملنية مع زائد ملنية هي حالة عدم التعيين لكن ليس فيه لو كانت هكذا مكتوبة فيه فإن لا يوجد فيه ملنية في ملنية تعطي لنا ناقص ملنية أما الزائد والنقص هو حالة عدم التعيين الآن أركز جيدا هنا أبنائي وأنتبهوا إذن ننتبه الآن معي في بعض النقاط أشرحها عندنا هنا المعامل كان في هذا المكان واحد وهذا المعامل واحد إذا كانت المعاملات متساوية هذا وهذا فنستعمل هنا شيء اسمه المراثق سوف أشرح إذا كانت مثلا هنا أربعة وهنا إثنان حيث نقول هكذا جذر أربعة يساوي لنا كذلك القيمة المطلقة لناقص إثنان اسمعوا جيدا إذا كانوا متساويان كيف؟ اسمعوا هذا لما يخرج بالجذر يخرج إثنان وهذا كذلك إثنان هنا جذر أربعة هو إثنان وهنا القيمة المطلقة لناقص إثنان إذا كانوا متساويان تقول القاعدة نستعمل ماذا؟ نستعمل المرافق أما إذا كان هكذا اسمعوا جيدا إذا كان مثلا هنا إثنان وهنا واحد فإن إثنان لا يساوي الجذر واحد فنستعمل العامل المشترك وقد تحدثنا على هذا جيدا بما أنهما الآن في هذه الحالة أن هذا وهذا متساويان فهنا نعلم أن المنقذ الذي ينقذنا هو ماذا؟ هو المرافق إذن لما إكس قلنا يأولي إلى زائد ما فننطلق هكذا فنكتب هنا جذر إكس مربع زائد واحد ناقص إكس مضروب في المرافق المرافق يكون في هذه الأمكينة يعني في جذر إكس مربع زائد واحد زائد إكس لكن في الكسر إذا ضربنا في العدد علينا أن نقسم عليه على نفسه يعني هنا تصبح لنا إكس مربع زائد واحد ناق زائد إكس سمعوا جيدا لأن أضفنا هذا العدد ضربنا فيه في البسط ونضرب فيه في المقام أما الإضافة أن نقول نوضيف خمسة في البسط وخمسة في المقام هذا لا يجوز يا أبناي الآن أكيد سوف نتحصل على متطابقة شاير غم ثلاثة A ناقص B في A زائد B تساوينا A مربع ناقص عفوا A مربع ناقص B مربع إذن هذا ماذا يوحي إلى أن تصبح لنا تساوينا لمدة اسمعوا جيدا هذا لما نربعه يذهب بالجذر معنا تصبح لنا إكس مربع زائد واحد وهذا لما نربعه كم يصبح يصبح لنا ناقص إكس مربع أما المقام يصبح لنا إكس مربع زائد واحد قلت إكس مربع زائد واحد هكذا زائد إكس لما إكس يأول إلى زائد مال نهاية هكذا وبعدها أبناي ماذا يحدث أنه هذا وهذا سوف يذهب معناه لأنه ممتعكسان في الإشارة هكذا الآن تصبح تساوينا ركزوا معنا الآن تصبح تساوينا الليميت البسط نتركه لأن فيه واحد المقام سوف نستخرج تصبح لنا هنا إكس مربع ضرب ماذا؟ ضرب واحد زائد واحد على إكس مربع يعني هنا تحت الجذر زائد إكس ما زال الإكس يأول إلى زائد مال نهاية تصبح تساوي لنا الليميت قلنا كذلك يبقى لنا الواحد هو واحد في البسط هذا له الحق أن يخرج إلى هنا إكس مربع له الحق إذا خرج من الجذر يخرج بالقيمة المطلقة لإكس يبقى لنا بالداخل ماذا؟ يبقى لنا واحد زائد واحد على إكس مربع وعندنا زائد إكس لكن هنا يمكن أن ننزع هكذا وننزع من هنا هذا الإكس ركزوا جيدا ننزع منه الإكس هذا ننزعه من هذا المكان نترك هنا واحد وبما أن الإكس هنا قلنا يأول إلى زائد مال نهاية فإن القيمة المطلقة لإكس تصبح لنا هي إكس أما اسمعوا جيدا إذا كان هنا الإكس يأول إلى ناقص مال فإن القيمة المطلقة لإكس تصبح ناقص إكس اسمعوا هذه الأفكار أرجوكم فماذا ينتج تصبح تساوي لنا؟ لاحظوا تصبح تساوي لنا الليميت واحد على إكس في واحد على جذر واحد زائد واحد على إكس مربع زائد واحد لما الإكس يأول إلى زائد مال نهاية هذه معروفة أنها واحد على منها سفر وهذه كذلك سفر فواحد على مالها سفر تصبح لنا ماذا؟ تصبح لنا سفر في واحد على إثنان لماذا واحد على إثنان؟ لأن الجذر واحد هنا كم؟ واحد زائد واحد هو إثنان سفر في واحد على إثنان ليس حالة دم تعيين إنما سفر الآن كم وجدنا؟ وجد النهاية هي سفر هنا إذا نصبح لنا الليميت قفل إكس لما الإكس يأول إلى زائد مال نهاية وجدناها سفر فهنا يوجد تفسير بيانه هو إيقلاق يساوي سفر مستقيم مقارب كيف هو أفقي أو موازي لمحور فواصل بل في هذه الحالة لما يكون إيقلاق يساوي سفر إنه محور فواصل لهو إكس إكس فتحة فقط أبنائي ناتي بعدها إلى الحال الثانية التي هي عندنا هذه العبارة كذلك لو نعوذ تعويذ مباشر تصبح لنا هنا ماذا؟ ما لا نهاية وهنا ما لا نهاية حالة عدم التعيين حتى نفهم جيد فتصبح لنا الآن ليميت الآن تقول القاعدة لما نجد ما لا نهاية على ما لا نهاية فنفكر في العام المشترك والاختزال قلت نفكر في العام المشترك والاختزال فتصبح لنا ماذا؟ تصبح لنا نستخرج إكس هكذا من البسط صبح لنا واحد زائد جذر إكس على إكس هكذا على المقام كذلك إكس في واحد ناقص جذر إكس على إكس أعيد النشر تجد الكلام ما زاله وهو لما إكس يؤل إلى زائد ما لا نهاية فهذا مع هذا يذهب لما يذهب سوف يترك لنا هكذا كما أشير وعندنا كذلك نهاية مشهورة كذلك هي limit limit جذر x على x لما x يؤل إلى زائد من النهاية بما أن جذر x هنا تصبح لنا هكذا يسمعوا جيدا الـ x هو جذر x في جذر x فيذهب من هنا هكذا فتصبح لنا كم تساوي تساوينا limit 1 على جذر x لما x يؤل إلى زائد من النهاية وجذر x هو من النهاية 1 على من النهاية هو 0 إذن فتصبح لكم هذه 0 وهذه 0 لاحظوا ماذا يبقى لنا يبقى لنا 1 على 1 ألا وهو كم 1 إذن نهاية هذه الدلة عند زائد من النهاية 1 فنقول y يساوي 1 مستقيم مقارب كيف هو أفوقي بجوار الزائد من النهاية فقط أبنائي بعدها نأتي الآن إلى المثال الآخر هنا في هذا المثال لو نعوذ تعوذ مباشر بالواحد هنا واحد وهنا واحد سبحانا جذر 4 لهو 2 ناقص 2 على 0 وتساوينا 0 على 0 وأنا قلت مرارا والتكرار لما نجد 0 على 0 هنا إذا لتعدم تعين أكيد كيف نزيلها قلت يوما ما إذا كانت الدلل في البسط كثير حدود وفي المقام كثير حدود فنستعمل الاختزال وإذا كانت الدلل غير كثير الحدود فيمكن أن نستعمل ماذا؟ أن نستعمل يا أبنائي اسمعوا جيدا ما نسميه العدد المشتق وقلت العدد المشتق قانون هو كالتالي نقول هكذا لميت اسمعوا جيدا أرجوكم حتى تفهموا إلى هذه الحالة لميت أش لإكس ناقص أش لإكس صفر على إكس ناقص إكس صفر لما إكس يؤول إلى إكس صفر تساوينا أش فتحة لإكس صفر يقول أحدكم الآن كيف نربط هذا الأمر مع هذا القانون لو ندقق هنا أبنائي ونقول لميت أش لإكس ألا وهو جذر إكس زائد ثلاثة ناقص ماذا؟ اسمعوا جيدا ناقص إثناني قلنا على إكس ناقص إثناء عفوا ناقص واحد لما إكس يؤول إلى واحد تصبح تساوي لو ندقق تصبح هنا لميت أركزوا جيدا لو نقول آش لإكس ناقص آش لمن لواحد على إكس ناقص واحد لما إكس يؤول إلى واحد أليس الآش لإكس تصبح بالمطابقة هو هذه القيمة نعم تصبح هنا آش لإكس تساوينا كم آش لإكس تساوينا جذر إكس زائد ثلاثة لأن ماذا؟ والآن عوضوا لو تلاحظوا عوضوا بآش لواحد قلت آش لواحد عوضوا هنا بواحد تصبح لنا كم؟ تصبح لنا واحد زائد ثلاثة جذر أربعة جذر أربعة هي اثنان ها هي أمامكم يعني حتى تفهموا جيدا معناه هنا تصبح لنا واحد وهنا واحد وهنا واحد وتساوينا آش فتحة لواحد نقول وبما أن الدلة من أش ليس أف قابلة للاشتقاق عند ماذا؟ عند واحد ليس أف ليس أف لأن أولا أف لنلاحظ غير معرفة هنا أصلا نتحدث عن هذه الدلة التي تظهر جديدة هي هذه لوحدها ليجذر إكزاء ثلاثة إنها قابلة للاشتقاق عند الواحد بما أنها قابلة للاشتقاق فإن الدلة المشتقة تصبح لنا آش فتحة لإكز مشتقة الدلة الجذرية معروف مشتقما بداخل الجذر مشتقما بداخل الجذر هو واحد على إثنان في الجذر اللي هو إكز زائد ثلاثة الآن تعالوا نعوذ بماذا أبنائي؟ بالواحد هنا واحد وهنا واحد فتصبح لنا واحد على هذه تعطي لكم جذر أربعة هو إثنان في هذا الإثنان تعطينا أربعة فتصبح لنا النهاية هذه كم؟ تصبح لنا واحد على أربعة هي نهاية هذه الدلة آف يا أبنائي إذن وتقبل نهاية وحيدة عند الواحد اللي هي لما حسبناها وجدناها أربعة هذه مثلا بهذه الطريقة يمكن الآن كذلك أبنائي أن نختار طريقة أخرى بما أن الأمر كذلك موجود قضية قضية هنا متعلقة بالجذور فيمكن أن نستعمل طريقة أخرى إنها طريقة ماذا؟ طريقة المرافق الآن في طريقة المرافق تصبح لنا هكذا اسمعوا جيدا سوف نستعمل المرافق تصبح لنا جذر إكس زائد ثلاثة ناقص إثنان في جذر إكس زائد ثلاثة زائد إثنان المقام كذلك هنا عندنا إكس ناقص واحد بما أن نضربنا في البسط في المرافق فنضرب في المقام كذلك في المرافق اللي هو جذر إكس زائد ثلاثة زائد إثنان لم أفعل شيء حتى الآن هكذا لما الإكس يؤل إلى زائد ماذا نهاية؟ أي ماذا؟ تصبح لنا المتطابقة الشاهرة اللي يقولنا في البسط المتطابقة الشاهرة رقم ثلاثة تصبح لنا هذا مربع ناقص هذا مربع هذا لما نربعه يذهب بالجذر فتصبح لنا إكس زائد ثلاثة ناقص هذا مربع لهو ناقص أربعة على إكس ناقص واحد ضرب ماذا؟ ضرب جذر إكس زائد ثلاثة زائد إثنان لأن الأمر متعلق هنا بالجذر فيمكنكم أن تستعملوا كذلك المرافق لما إكس يؤل إلى الواحد ففي البسط أكيد سوف يبقى لنا ماذا؟ في البسط يبقى لنا ناقص واحد إكس ناقص واحد يعني هنا إكس ناقص واحد فانظروا أبنائها هو ذهب هذا مع هذا فماذا بقي؟ بقي لنا واحد عفوا لميت لا ننسى كلمة لميت لأننا في النهاية لميت واحد على الجذر إكس زائد واحد عفوا إكس زائد ثلاثة زائد إثنان لما الإكس يؤل إلى واحد الآن عوضوا هنا بواحد فماذا تصبح؟ تصبح لكم جذر أربعة وهي إثنان زائد إثنان تصبح لنا واحد على أربعة مثل ما وجدنا النهاية بالعدد المشتق فقط أبنائي نأتي بعد أبنائي إلى المثال الأخير المثال الأخير عند الواحد لو نحسب هنا ثلاثة ناقص خمسة في واحد هي خمسة زائد أربعة هي تسعة جذر تسعة هي ثلاثة معنا في البسط نجد كم؟ في البسط أكيد سوف نجد سفر في المقام لو نعوذ كذلك بواحد كذلك نجد جذر أربعة إثناني إثناني ناقص إثناني السفر معناها نجد سفر على صفر حالة عدم التعيين هنا يمكن بما أن الأمر متعلق بالجذر فيمكن أن نستغل شيء اسمه ماذا؟ اسمه المرافق في البسط والمقام كما يمكن كذلك بما أن صفر على صفر كذلك يمكننا أن نستعمل العدد المشتق أولا نستعمل المرافق حتى تلاحظوا هذا بأم عينكم فتصبح لنا تساوي الناديمت نضع هاكذا وسمعوا جيدا إلا أن ننتبه تصبح لنا ثلاثة زائد عفوا ثلاثة ناقص جذر أربعة خمسة خمسة إكس زائد أربعة نضربها الآن في مرافقها لهو ثلاثة زائد جذر خمسة إكس زائد أربعة هذا الأمر الأول لكن بما أن نضربنا فيه علينا أن نقسم عليه لهو ثلاثة زائد جذر خمسة إكس زائد أربعة هذا الأمر الأول نأتي الآن إلى المقام كذلك المقام هو الجذر سمعوا جيدا هو الجذر إكس زائد ثلاثة ناقص اثنان في ماذا؟ في مرافقه مرافقه ما هو؟ هو جذر X زائد ثلاثة زائد اثنان بما أن نضربنا فيه في المقام علينا أن نخلفه في البسط تصبح لنا جذر X زائد ثلاثة زائد اثنان لم أفعل شيء حتى الآن لكن ننتبه هذا أكيد سوف تصبح لنا المتطابقة الشهيرة كم؟ مع قلنا X يقول إلى واحد فتصبح لنا تساوي للميت كذلك نكمل هنا هذا أكيد هذا الجزء من هنا إلى هنا سوف تصبح لنا المتطابقة الشهيرة رقم ثلاثة معناه يعطينا هذا مربع لهو كم؟ تصبح لنا كم أبناء يركزوا تصبح لنا تساة ناقص هذا مربع هذا لما نربعه تذهب بالجذر وندخل عليهم الناقص تصبح لنا ناقص 5X ناقص 4 حتى نفهم جيدا هكذا يبقى لنا كذلك البصلة لم ينتهي بعد في القيمة التي بقيت لنا هي جذر X زائد 3 زائد 2 لم أفعل شيء نأتي الآن كذلك إلى المقام المقام عندنا أولا هذا يبقى هو هو يعني لا ينلمسه لأنه لا يمكن له جذر 3 زائد جذر 5X زائد 4 أما هذا من هنا إلى هنا فالأمر يتعلق بالمتطابقة الشهيرة كم؟ رقم ثلاثة تصبح لنا مربع الأول يعني هذا لما نربعه تصبح لنا تذهب بالجذر معنا تصبح لنا X زائد 3 ناقص هذا لما نربعه كم تصبح لنا ناقص 4 ما زال X يقول إلى الواحد فماذا ينتجي أبنائي؟ أكيد سوف تصبح لنا تساوينا العبارة أولا تصبح لنا للميت ناقص 5X وهذا مع هذا زائد ماذا؟ زائد 5 هكذا ضرب كم؟ جذر X زائد 3 زائد 2 على المقام ما هو؟ إذن كذلك تصبح لنا هنا X ناقص 1 هذه تعطيكم X ناقص 1 والجهة التي بعدها هي كم؟ تبقى لنا كم؟ تبقى لنا 3 زائد ماذا؟ جذر كم؟ 5X زائد 4 تحت الجذر هكذا لكن ما زال الـ X قلنا يقول إلى واحد هنا يا أبنائي يمكن أن نستخرج ماذا؟ اسمعوا جيدا يمكن أن نستخرج ناقص 5 عام المشترك لو نستخرج ناقص 5 عام المشترك من هذه الأمكنة هنا كما أشير اسمعوا جيدا فماذا يخذ تصبح لنا ناقص 5 في X ناقص 1 أعدوا نصر تدرجوا الكلام ما هوه فيذهب هذا مع هذا لما يذهب هذا مع هذا لاحظوا العبارة كيف تصبح تصبح لكم كما أشير هكذا الآن عوضوا بالعدد الذي اسمه واحد لو نعوض هنا بواحد تصبح لنا كم؟ تصبح لنا جذر 4 جذر 4 هو 2 زائد 2 2 زائد 2 كم أبنائي؟ أولا تصبح لنا ناقص 5 في هذا تعطي لكم كم؟ تعطي لكم 4 المقام عوضوا الآن بواحد تصبح لنا جذر 9 هو 3 زائد 3 معناه على 6 هكذا فتصبح لنا نختزل من هنا 2 ومن هنا 2 تصبح لنا ناقص 5 في 2 على 3 وتعطي لنا ناقص 10 على 3 هذه هي نهاية هذه الدلة الآن باستعمال ماذا؟ باستعمال ما نسميه المرافق إذن بعدما استعملنا هذه الطريقة فأبنائي يمكن الآن أن نأتي بما أن الأمر متعلق بصفر على صفر يمكن أن نستعمل العدد المشتق لكن هنا قلت ننتبه كيف تصبح لنا؟ تصبح لنا للميت هكذا نضع خط كسر هنا نكتب هذه يمكن أن نستخرج لها الناقص معنا نصبح لنا الناقص وفي ماذا؟ جذر 5x زائد 4 ناقص 3 أعدنا نستجد الكلام هوه والمقام هو جذر x زائد 3 ناقص 2 لما x يؤول إلى الواحد هنا ما رأيكم أبنائي لو نقصين في هذا المكان على x ناقص 1 وهنا x ناقص 1 يمكن أن يذهب هذا مع هذا بطريقة الاختزاب الآن لو نلاحظ جيدا يا أبنائي نستعمل هذا العدد المشتق وهذا نستعمل له العدد المشتق لأن الأمر متعلق لو نعوذ في البصنة نجد 0 على 0 والدلة جذرية نستعمل العدد المشتق فتصبح لنا هكذا نستعمل ناقص ماذا الجذر 5x زائد كم؟ 4 ناقص 3 على x ناقص 1 لما x متعلق بالواحد يصبح الدلة هنا تصبح لنا هي x فتحة لمن؟ لواحد حيث الـ x هي الدلة هذه رحظتم؟ هي x لـ x تصبح لنا جذر 5x زائد 4 الدلة هذه تقبل الاشتقاق عند ماذا؟ عند الواحد ودلة المشتق تصبح لنا x فتحة لمن؟ لـ x تصبح لنا مشتق الدلة الجذرية هو مشتق الجذر اللي هو 5 على 2 في جذر 5x زائد ماذا؟ زائد 4 الآن عوذوا بالعدد اسمه 1 هنا واحد وهنا واحد تصبح لكم 5 لكن لا ننسى أنه عندنا هنا ناقص وهنا ناقص فتصبح لنا لا ننسى هذه الأمر على 5 على ماذا؟ على 6 فتصبح لنا تصبح لنا ناقص 5 على 6 لأنها هو ناقص الذي استخرجنا في البداية هذا فيما يخص البسطة يعني هذا البسطة نأتي الآن إلى حساب النهاية الأخرى تصبح لنا limit ماذا؟ limit هكذا جذر x زائد 3 ناقص 2 على x ناقص 1 لما x يؤل إلى 1 هنا إذا جئنا هذه تساوينا نفس الشيء ركزوا تساوي تساوي g فتحة لـ x حيث g لـ x هي جذر x زائد 3 تصبح لنا الدلة هذه قبل الاشتقاء عند واحد تصبح لنا g فتحة لـ x تساوي مشتق الجذر هو 1 على في هذه الحالة هو مشتق ما بداخل الجذر هو 1 على 2 في جذر العبارة لو x زائد كم 3 فلما نعوذ بالعدد 1 1 سوف نجد 1 على 4 فتصبح لنا تساوي ناقص 5 على 6 على 1 على 4 وتساوينا ناقص 5 على 6 في كم 4 على 1 وتساوينا نختزل من هنا هكذا من هناك تصبح لنا ناقص 10 على 3 مثلما وجدناها بطريقة ماذا بطريقة المرافق فقط أبنائي تصبح لنا تصبح لنا تصبح لنا تصبح لنا